جميعنا نتمنى الأشياء ذاتها لأطفالنا نتمنى أن ينشأ طفلنا على المحبة فيحب من حوله ويكون محبوبا وأن يلاحق أحلامه ويحقق النجاحات وأن يكون سعيدا دائما بطبيعة الحال أطفالنا سعداء ما لم يتأثروا بعوامل تقلل من هذه السعادة والسؤال الأهم هنا ماذا يمكننا كأهل أمهات وأباء تقديمه للأطفال لضمان البقاء على هذا الحال من السعادة في المستقبل إليك عزيزة 12 طريقة للمحافظة على سعادة طفلك احتضني طفلك وقبليه يوميا تجنبي نقض الطفل ومقارنته بالآخرين لا تجعلي طفلك يشعر بحزنك ولا تشاركيه مشاكلك ولا تخبريه عن صعوبات الحياة وتحدياتها قللي من وقت مشاهدة التلفاز وزيدي من وقت اللعب الحر عند الطفل لا تركزي في حديثك على أخطاء الطفل أو نقاط ضعفه بل شجعيه بذكر نقاط القوة عنده أبعدي طفلك عن المشاكل الأسرية ولا تجعليه يجاهدها أو يعرفها خصصي وقت أسبوعيا للتنزه مع طفلك نمي مهارات طفلك فأسعد الأطفال هم من يتقنون مهارة معينة اجعلي طفلك يشارك في بعض الأعمال المنزلية البسيطة وتحضير وجبات خفيفة حافظي على روتينه فطفلك يحتاج إلى النظام ليشعر بالهدوء والسكينة والاستقرار وأخيرا تشجعي طفلك على تكوين صدقات فصديقه الحقيقي قد يفهمه ويشاركه في اللعب ويقدر تفكيره ترجمة نانسي قنقر